الحقيقة الأجواء داخل مدينة العالمين الجديدة بتزداد جمالا وبهجة وإبهار كل يوم وأصبح جمهور المهرجان في تشوق وانتظار لفعالياته المستمرة والنهاردة مدينة العالمين الجديدة بتستضيف مؤتمر صحفي مهم جدا وهو المؤتمر الاحتفالية 60 عام دراما وده بحضور الفنان الكبير يحيان الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما وكذلك دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ولمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر هيكون معنا الزميلة فرح الخوري مرسلة القاهرة الإخبارية في مدينة العالمين صباح الخير يا فرح وبداية لو تقول لنا أهم تفاصيل هذا المؤتمر ومن أبرز الحضور النهاردة صباح الخير يا فادي وصباح الخير على مشاهدين الكرام بالفعل كما ذكرت 60 عام دراما هو الشعار المقام هنا في مدينة العالمين للنسخة الثانية من مهرجان الدراما والذي انتلق في العام الماضي وكانت النسخة الأولى منه اليوم نشهد المؤتمر الصحفي لهذا المؤتمر للإفصاح عن التفاصيل الخاصة به والإفصاح عن المشاركين فيه لأن هناك مزيد من المفاجآت من الحضور يتضمن هذا المهرجان مشاركة عدد كبير من الممثلين وفناني الوطن العربي والمصريين أيضا ومحبي الدراما مصر كانت واحدة من الدول الرائدة في مجال الدراما والسينما وبالتأكيد الوطن العربي له دور أيضا في هذا المجال اليوم سيكون الدكتور يحيى الفخراني وهو رئيس المهرجان في نسخته الثانية سيعلن عن التفاصيل الخاصة بالمهرجان سيعلن أيضا عن الجوائز التي تتوزع ضمن فعاليات مهرجان الدراما أيضا هناك ستار كيبرز أوردز كان هذا الشعار أو العنوان الذي أفصحت عنه بعض المواقع والأخبار المتدولة حول المؤتمر سنشهد هذا المؤتمر في تمام ساعة الخامسة اليوم في منتصف يوم الأحد الموافقة الثلاث عشر من أغسطس سيكون هناك المزيد من التفاصيل سنطلع على أيضا الأعمال المشاركة في المهرجان الأعمال التي ستحصل على جوائز أو ستنال في الدراما تصنيفات سواء كانت كوميدي دراما كانت لها أبرز القضايا المناقشة من قبل المرأة أو قضايا مجتمعية فالدراما لها دور مهم جدا وتأثير القوى النعمة معروف في هذا الشأن لأن الكثيرين يستقوا خبراتهم يستقوا معلوماتهم يستقوا أيضا تبني بعض الأفكار من الدراما لذلك لها دور مؤثر وفعال بشكل كبير جدا على مدار أيضا الفعاليات هذا ضمن فعاليات مهرجان مدينة العالمين أيضا هناك فعاليات رياضية ستقام على مدار هذا الأسبوع وهي انطلاق بطولة الجودو العربية بمشاركة عدد كبير من الدول العربية أيضا هناك بطولة للكرة الطائرة الشاطئية الممارسة على سواحل البحر المتوسط سيشارك فيها مئة لعب من المصنفين دوليا وما يقرب من خمسين فرقة عربية ودولية أيضا بالنسبة للحفلات الغنائية هناك عدد من الحفلات المنتظرة من قبل جمهور وزوار مدينة العالمين منها حفل للفنان المصرية أنغام أيضا حفل للفنان الشعبي المصري حكيم وللفنان المصري محمد محسن وهناك ليلى كوميدية وأمسية كوميدية سنشهدها برضو في ختام فعاليات هذا الأسبوع وهو الأسبوع الخامس من فعاليات مهرجان مدينة العالمين مع الكوميديان علي أنديل سنشهد عدد من الحفلات عدد من الأنشطة الرياضية مثل رياضة الجيتسكي وغيرها مثل الرالي أو سباق السيارات الفارهة التي ستتجول شوارع الساحل الشمالي ومدينة العالمين هناك إقبال كبير من قبل الزوار والساحين على المهرجان وفعالياته والمدينة تقريبا نتحدث عن نسبة إشغال وصلت أو تجاوزت 90% من الأيام المتتالية والقادمة نسبة أيضا الأنشطة الحيوية الموجودة في هذه المدينة تعمل على مدار الساعة لا تتوقف لتلبية المستلزمات والاحتياجات لرواد هذه المدينة مجرد طرح التذاكر الخاصة بأي حفل تكون مباعة بالكامل يا فادي ما مدى التنوى من الجمهور والاستمتاع بالفعاليات من وقع وجودك على الأرض وما هو تشوقهم كيف هي الأسئلة بالنسبة للأحداث القادمة خاصة أن ما زال هناك أسبوعان حتى نهاية المهرجان صحيح متبقي أسبوعان من عمر هذا المهرجان الإقبال هنا والزوار ردد أفعاليهم تزيد من الحماس في المدينة الكثير منهم عرف عن هذا المهرجان من السوشيل ميديا وأيضا أو مواقع التاصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام وهذا يدل بالتأكيد على ضرورة وجود هذه المنصات ووجود وسائل الإعلام ودوريها في الترويج للسياحة أو ترويج لمثل هذه المهرجانات أيضا ينتظر الكثيرين المفاجآت التي تطلق أو يفسح عنها إدارة والإدارة المنظمة للمهرجان يوم بعد الآخر خاصة فيما يخص الحفلات المجانية التي تقام على مسرح الشارع وهو واحد من المسرح المكشوفة الموجودة على ساحل مدينة العالمين وتحديدا في الممشى السياحي لهذه المدينة الزوار يتفاعلون بشدة يستمتعون بالأجواء هناك تنوع كبير تنوع في الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع جميع الأذواق والفئات العمرية فهذا يجعل من هذه المدينة تنبض بالحياة بشكل مختلف يجعل من التجربة الصيفية لكل رواد الساحل الشمالي أو العالمين أو أي من يقصد جهة سياحية للاستمتاع بفصل الصيف يجعل هذا المهرجان منها تجربة صيفية مميزة وفريدة وهذا بحديثنا معهم على مدار الأيام الماضية أيضا يتفاعل الأطفال مع بعض من الفعاليات أو الكثير منها لأن هناك عروض خاصة بهم الشباب والسن ما بين 20 و30 أو 40 حتى يجدون في الحفلات الغنائية يعني طاقة ويريدون هذا النوع من الفعاليات الكبار يستمتعون بالحفلات ويستمتعون بالأنشطة الريادية والترفيهية وثقافية لأننا نتحدث عن المهرجان الأكبر ترفيهيا في المنطقة والشرق الأوسط ويمكن للجميع متابعة أي فعالية من خلال القنوات الفضائية التي تبث بعض من هذه الفعاليات على شاشتها وأيضا من خلال الشاشات الموزعة هنا وهي شاشات كبيرة للعرض لعرض جميع الفعاليات المختلفة والمتنوعة في مدينة العالمين والساحل الشمالية لهذا المهرجان فهناك اختلاف هناك إقبال هناك ردود أفعال كبيرة وأنا أيضا استمتعت من خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حفلة الكب ومحمد مونير بالنسبة لها شيء عظيم شكرا جزيلا الزميلة فرحي هذه كانت حفل نستالجيا طبعا شكرا جزيلا الزميلة فرحي مرسلة القارة الإخبارية في مدينة العالمين الجديدة